قررت لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة عن الرئيس اليمني الشهيد الراحل علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد كلام ده حصل مساء ظن ليومين اللي فاتوا يعني تقريبا من أربع هذا القرار أو التلات ممكن هذا القرار يأتي بطلب من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العلمي رئيس المجلس وكذلك الحال بدعم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والكلام ده كان صرح به سيد العميد طارق محمد عبدالله صانح عضو مجلس القيادة الرئاسي اللي قال انه القرار ده اللي صدر نتيجة أو نتيجة القرار اللي صدر قبل كده في 7 نوفمبر 2014 مجلس الأمن بفرض هذه العقوبات قال ان هذا القرار قرر رفع العقوبات المتمثلة في المنع من السفر وتجميد الأصول عن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح قال انه القرار ده جاء بجهد من المجلس الرئاسي برئاس الدكتور رشال العليمي وايضا بدعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لكن يمكن النظر الى ان هذا القرار ايضا رفض الرفع او رفع العقوبات عن اثنين من القيادات الحوثية باعتمارهما لا يزالان يهددان الأمن والاستقرار في المنطقة كمان هذا القرار سيعطي دفع للشرعية ولكوادر مؤتمر الشعبي العام في الفترة القادمة وهو قرار يعكس حرص المجتمع الدولي على دعم الشرعية اليمنية في مواجهة هيمنة الحوثيين على السلطة في البلاد قرار تأخر كثيرا ولكن بالفعل صدور هذا القرار انا بعتقد انه يمثل بداية لصفحة جديدة للملمة الشمل خاصة في اطار المؤتمر الشعبي العام الذي يعني تفرقت بعض عناصره في الفترة الماضية نتيجة ظروف متعددة وازن ان قضية الوحدة اليمنية بين كافة الفصائل وكافة الطيرات مهمة جدا وفي هذه الفترة على وجه التحديد ويمكن انا لما زورت عدن اكثر من مرة في الفترة الماضية والتقيت بالرئيس رشاد العليمي والتقيت ايضا باعضاء المجلس القيادي الرئاسي الاخرين وشفتهم وتكلمت معهم الحقيقة حسيت ان هناك يعني احساس حقيقي بضرورة الوحدة وشعور بانه بدون وحدة سيذهب اليمن لصالح تيار واحد ويتساقط اليمن قطعة قطعة في يد هذا التيار المدعوم من الخارج لكل ذلك اتصور ان هذه لحظة مهمة على كافة الاشقاء اليمنين الذين يعني عانوا كثيرا ولا يزال يعانون عليهم ان يقفوا وقفة عز وان يوحدوا جهودهم مع دعم واضح من البلدان العربية خاصة المملكة العربية السعودية والامارات وايضا من المجتمع الدولي ومصر طبعا طرف اساسي في هذا الدعم سيد الرئيس عم فتح سيسي التقى اكثر من مرة شخيقه الدكتور رشاد العليمي وتباحث ومصر اكدت وقوفها الى جانب الشرعية اليمنية المستردة الى قرارات الامم المتحدة مخرجات الحوار وقس على ذلك نحن في انتظار اللحظة التي يتواجد فيها الجميع على ارضية واحدة واظن ان يعني رفع الحظر او رفع العقوبات عن سيد السفير احمد علي عبدالله صالح كما قال سيد طارق صالح ايضا سيمسل نقطة مهمة في تاريخ العمل المشترك بين كل ابناء الوطن الواحد اليمن